مرة جديدة وفقا لمصادرها أن أنقرة تملك أدلة من بينها التسجيلات الصوتية تناقض ما قالته النيابة العامة السعودية وتقول إن النيابة العامة السعودية أوردت في نتائج تحقيقاتها أنه تم قتل خاشقجي بعد محاولة فاشلة تهدف إما إلى إقناعه بالعودة إلى السعودية أو القيام بتلك المحاولة بالقوة بعد التخدير والخطف لكن التسجيلات التي يملكها الجانب التركي تبين أن عناصر الفريق الخمسة عشر اتخذوا أماكنهم في مبنى القنصلية وتحدثوا فيما بينهم عن خطة الجريمة قبل وصول خاشقجي إلى المبنى بخمسة عشرة دقيقة وتبين التسجيلات أنهم كانوا يراجعون الخطة فيما بينهم ويذكرون كل واحد بمهمته كما أوردت الصحيفة أنه لم يسمع في التسجيلات أي تلميح من الفريق السعودي عن محاولة إقناع خاشقجي بالعودة أما فيما يتعلق بقول النيابة العامة السعودية أن الفريق حقن خاشقجي بكمية كبيرة من المخدر فتورد صحيفة حريات أن المسؤولين الأتراك يقولون أن خاشقجي خنق بواسطة حبل أو كيس بلاستيكي أما بعد مقتل خاشقجي فتذكر الصحيفة بإجراء منفذي الجريمة اتصالات دولية بعد الانتهاء من مهمتهم صحيفة حريات تقول إن ما تملكه السلطات التركية يناقض ما أدلت به الجهات السعودية مشيرة إلى أن السلطات السعودية تعرف أن التسجيلات المتوفرة لدى تركيا تبين تفاصيل التخطيط للقتل ما جاءت به الصحيفة التركية يسلط الضوء على الشكوك التي تواجه بها الروايات السعودية في كل مرة تقدم إلى الجمهور بعد تقديم وقائع تناقض ما تأتي به فهل ستلاقي نتائج التحقيق الذي كشفته نيابة العامة السعودية نفس المصير؟ تنشر الصحيفة ملخصا لما تقول إنها تسجيلات لم يفرج عنها من قبل وفيها يبدو فريق الاغتيال الخمسة عشر في طور مراجعة خطة الجريمة حدث هذا قبل خمس عشرة دقيقة من دخول جمال خاشقجي مبنى القنصلية وتبين التسجيلات نيتهم قتل الرجل ومراجعة دور كل واحد منهم في العملية فإذا نسي ذكر وأعيد تذكيره بما يشبه بناء السيناريو المفترض لحدث سيتم بعد دقائق ليس أكثر هذا كاف بحسب كثيرين لتفكيك الرواية المفككة للرياض وتلك بحسب واشنطن بوست صادمة لوقاحتها ومناقضة لما سبق أن اعترفت به السلطات السعودية ووفقا لمصادر تركية فإن التسجيلات تبين عدم حصول مفاوضات لإعادة خاشقجي وأن الرجل لم يتعرض للحقن كما قال النائب العام بل للخنق بواسطة حبل أو كيس بلاستيكي ما يعني في نهاية المطاف أن لدى الأتراك ما يكفي من معلومات بعضها بالغ الدقة عن عملية الاغتيال قبيل وقوعها وخلال تنفيذها وبعيد إنجازها وأن موقف الرياض أضعف مما يظن أو يسعى مسؤولوها لإشاعته ما الهدف النهائي لآخر الروايات السعودية وفقا لكثيرين فإنها تسعى لإبعاد كرة النار عمن أمر وفي سبيل ذلك سعت إلى تبرئة اثنين من كبار مساعدي أو مستشاري ولي العهد السعودي وهم اللواء أحمد العسيري الذي عينه نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات وسعود القحطاني مستشاره ونديمه على ما يوصف فقد قصرت الرواية دورهما على تأكيدهما بإعادة خشقجي بالإقناع أو الإكراه إلى البلاد وليس بقتله في أي حال وفسر القتل باعتباره خطأا في التقدير الميداني ارتكبه قائد الفريق وهو ماهر المطرب على الأغلب ألم تكتفي الرواية السعودية بذلك لإبعاد الشبهة عن العسيري الذي أمر بالعملية بل أضافت أنه تعرض للخديعة من قائد فريق الاغتيال الذي أخبره أن الصحفية البارزة غادر القنصلية بمعنى أن العسيري ضلل وعصيت أوامره ما يتناقض وفق كثيرين مع روايات أخرى موثقة بعضها نشرته نيويورك تايمز وأفادت بأن العسيري والقحطاني يعرفاني بل يشرفاني ويتابعان الأمر دقيقة بدقيقة وأن المطرب اتصل بعد أغتيال خاشقجي بشخص متنفذ في الرياض وقال له بأن يخبر رئيسه بأن المهمة أنجزت ووفقا للبعض فإن الرياضة تعرف لكنها تراوغ وتضلل والخشية أن تقوم بإعدام بعض المتهمين للقضاء على الأدلة القطعية التي يمكن التوصل إليها لو أخدع هؤلاء لتحقيق مستقل أو في دولة أخرى ووفقا لهؤلاء فإن السلطات السعودية ربما تسعى لمحو كل ما يتعلق بخاشقجي كقضية وتحويلها إلى جريمة جنائية تنتهي بقبول ذو القتيل الذي قضى غيلة بالدية وهو ما سبق وألمحت إليه باعتبار القتلة فريقا مارقا والقتيل مجرد مواطن قتل بالصدفة يمكن التنازل عن حقه وتحقيق العدالة وفقا للأعراف المحلية ذلك ما لن يمر بسهولة وفقا للأطراك على الأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا